بسم الله الرحمن الرحيم في مؤتمر باريس إثنان الذي عقد في مطلع عام 2007 واجتمع فيه أكثر من 500 عالم من مختلف أنحاء العالم وجهوا نداء عاجلا للرجوع إلى البيئة النقية وقد خرجوا بثلاثة نتائجهية أولا إن الفساد البيئي والتلوث قد شمل البر والبحر وحتى البشر والنبات والحيوان ثانيا الإنسان هو المسؤول عن هذا الإفساد بما ينتجه من ملوثات خطيرة بالبيئة ثالثا هناك إمكانية للرجوع إلى النسب الطبيعية لغاز الكربون في الغلاف الجوي باتخاذ الإجراءات المناسبة والتوقف عن تلويث الجو العجيب أيها الأحبة أن القرآن العظيم لخص لنا هذه النتائج بآية واحدة فقط تشير إلى ظهور هذا الفساد في البر والبحر بسبب الإنسان يقول تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بالله عليكم ألا تدل هذه الآية على أن القرآن قد سبق علماء البيئة في توجيهنا للحفاظ على البيئة وأن لا نفسد في الأرض ونلوثها بعد أن أصلحها الله والحمد لله رب العالمين